يعطيكم العافية طلابنا الأعزاء ننتقل للسؤال الرابع اللي بيحكيه جد تكامل إي قس 2 إكس دي الإكس من صفر لتنين بدنا نكامل شو تكملت الإي نفسها واللي فوقيها بينزل حاف لأ منقسم على معامل إكس شو معامل إكس اللي هو 2 طب من وين لوين قال والله من صفر لتنين وكعادتنا قوس ناقص قوس هاي إي قس عديش بدنا نعوضها أول مرة بدأ الإكس 2 2 ضرب 2 4 طبعا على 2 القوس الثاني إي قس عديش بدنا نعوض بدأ الإكس 0 2 ضرب 0 طبعا على 2 إي قس 4 على 2 خليني أسحب المعامل اللي اسمه الواحد مع الاتنين لقدام شو بيصير نص إي قس 4 انتبهوا معاي الإي قس 4 لها معامل 1 وفي تحتيها برضو معامل 2 اسحبولي إياهم هون 1 على 2 ناقص طيب وإي قس 0 هاي لازم نكون عارفينها آه إي قس 0 كم 1 وتحتها كم 2 هيك بنكون طلعنا جواب السؤال هاد اللي هو نص إي قس 4 ناقص نص اللي هو الخيار إيش الخيار دي هيك يا جماعة خلص السؤال لاحظوا معاي لاحظوا لاحظ يا إسلام أني خلصت السؤال آه الله يعطيكم العافية بشوفكم في الفيديو الخامس ترجمة نانسي قنقر